الجمعية الكويتية لحق الإنسان بالدعم لإنسان لا محدود من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في العمل الإنساني والذي جعل من الكويت محل إعجاب وتقدير لدى مختلف شعوب العالم هنا في الكويت حيث المكان غير المكان والزمان غير الزمان هنا صناع للقيامة هنا تولد الحضارة القادمة من عمق الضمير الإنسانية والذي جعلها سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مصدر للعمل الإنسانية هكذا يترجم الأمل والطموح بلا خطاب أو مجرد كلام عابر لظرف غير عابر بل إنه الفعل من أجل الإنجاز لأننا في حضرة الأمير أصبح وبفعله وإنجازه قائدا إنسانيا وأصبحت الكويت مركزا للإنسانية عالميا حصولنا على هذا اللقب لا يعني فقط الاحتفال بل يزيد علينا عب المسؤولية ويزيد علينا أيضا مسؤولية انتزامنا أمام المواثيق والأعراف الدولية التي تنظم علاقة الكويت في الدول الأخرى والتي تنظم أيضا علاقة الإنسان حتى أن نصل إلى تطبيق المفهوم الحقيقي للإعلان العالمي للحقوق الإنسان والدستور الكويتي الذي ناقش فيه أكثر من 45 مادة قضايا حقوق الإنسان نحن في الجمع الكويتين حقوق الإنسان عملنا دراسة مختصرة في هذا الموضوع هذا موضوع المقارنة ما بين الإعلان العالمي للحقوق الإنسان والدستور الكويتي في النقاط التي تتحدث عن حقوق الإنسان وشاهدنا بأن دستور الكويت قد فاق أمانة الإعلان العالمي في بعض المواد هذا مصدر فخر واعتزاز للكي كويتين بالإمكان تحقيق العدل والإنصاف واللحمة الإنسانية الخلاقة المبدعة إنها الصورة الحقيقية التي نراها كل يومنا ومع إشراقة كل صباح من الصباح الإنسان نعم يحق للجميع أن يفتخر الإنجاز هذا يسجل للكويت يعني يجب أن يكون بحروف من ذهب لأن حصول الكويت على هذا المسمى وحصول صاحب السمو على القائد الإنسانية شيء يعني يجب أن يذكر على مدى أجيالنا القادمة الأمم المتحدة جمعية العموية فيها 193 دولة عندما تختار الكويت لهذا المسمى فيعتبر شيء يعني ليس بالسهل وهو وسام على صدر كل كويت يجب أن نفتخر فيه ودائما يعني إنجازات صاحب السمو لا تنسب لشخصه بقدر ما تنسب هي للشعب الكويتي عامة وعندنا الآن مثلا هذا التقرير الوطني UBR تقرير الوطني دول كويت لاستعراض دوري شامل لحقوق الإنسان المقدم طبعا للأمم المتحدة يعني معتمد رسميا ذكر فيه إن الكويت من أكثر الدول في العمل الإنساني ومساعدات تنموية حيث تجاوزت مساعدات الكويت فقط 7% من المساعدات العالمية وهو رقم كبير جدا وتم تأكيد على ذلك في مؤتمر التنمية في منتيري المعقد في 2002 هكذا تأتي المكرمات كوقائع بينة واضحة كالشمس في كبد السماء فأي قول بعد الذي سطع وتلالأ يمكن أن يغني أو يشير بالبيانة هكذا سمو سموك دائما أول الأياد البيضاء يستمرء كرمك العناد والمعاكسة ضد الانفراد فكنت لما كنت في الجانب الآخر في الأفق مروع محرم تلفزيون دولة الكويت